أصحاح أربعة بعدين اترفع يسوع بالروح الاستحراء عشان يقرب من إبليس فبعد مصام أربعين نهار واربعين ليلة جاء في الآخر فأطلع له اللي بيجرب وقال له إن كنت ابن الله يبقى قولي الحجارة دي تبعيش إذا كنت ابن الله يبقى قولي الحجارة دي تبعيش فرد وقال مكتوب مش بالعيش بس الإنسان بيعيش لكن بقول الكلمة تخرغ من بوع الله بعدين خدوا إبليس للمدينة المقدسة وقفه على طرف الهكر العلي وقال له لو كنت ابن الله يبقى قرمي نفسك لتحت لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته عليك لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته عليك لأنه يوصي ملائكته عليك يقوم ونشي لوك على قديهم عشان ما تدخبتش رجلك في حجر وعشان ما تدخبتش رجلك في حجر وعشان ما تدخبتش رجلك في حجر بعدين خدوا إبليس من جديد لجابل علي خالص واريح كل ممالك الدنيا ومجدها وقال له وعشان ما تدخبته عليك أديك دي كلها لو نزلت سجدتلي وقتها قال له يسوع روح يشتن عشان هو مكتوب للرب إلهك تسجد وهو بس تعبط بعدين سيبوا إبليس وأمجاب ملائكة وبقت تخدمه ولما سمع يسوع أن يوحنا تسلم ماشي على الجليل وثاب الناصرة وجيه وسكن في الكفر نحوه قال له عند البحر في حدود زبلون ونفتليم عشان يكمل اللي تقال على لسان أشعية النبي اللي قال أرض زبلون و أرض نفتليم طريق البحر وراء الأردن جليل الشعوب الثانية الشعب اللي قاعد في ظلمة شاف نور عظيم واللي عادين في أرض الموت ودلوا طلع عليهم نور الشمس من الوقت ده ابتدى يسوعي بشر ويقول من الوقت ده ابتدى يسوعي بشر ويقول توبوا عشان مملكت السمع الرابط وفين يسوع ماشي عند بحر الجليل شاف أخين سمعين اللي بيتقال له بطرس وأندراوس أخو بيرموا شبكة في البحر عشان هما كانوا صيادين فعلهم يلا ورايا عشان أخليكم صيادين ناس أمساعدها سابوا الشبكة ومشوا وراه مملكت السمع الرابط بعدين عد من هناك أمشاف أخين تانين يعقوب بن زبدي ويحن أخوه في السفينة مع زبدي أبوهم بيصلحوا الشبكة بتاعتهم فنداهم أمو على طول سابوا السفينة وأبوهم ومشوا وراه وكان يسوع بيلت في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويبشر بأخبار المملكة المفرحة ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فانتشرت أخباره في كل سوريا فجابوا له كل العينين المتصبين بأمراض وأوجاع على أشكالها والمجانين واللي عندهم صرع والمشلولين أمشى فاهم فمشيت وراه ناس كتيرة بالجليل والعشر مدن والشليم واليهودية وكث